عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطعات كما أكد مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة لموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات تلموية وخدمية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتعامل الفوري مع أي تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ وذلك من خلال استمرار التنصيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية وصولا لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر